اتفق سعيد النصري رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم مع المدير الفني الجديد التونس المهدي النفطي على ضرورة تحقيق أهداف مهمة لتمديد عقده خلال الفترة المقبلة أو فسخ العقد الذي يجمعهما إذا ما فسل في تحقيق الأهداف المتفق عليها وتعاقد الوداد الرياضي مع النفطي الاثنين الماضي بصفقة تمتد إلى غاية نهاية الموسم الكروي الحالي مع إمكانية التجديد إذا ما نجح المدرب التونسي في تحقيق الأهداف المتفق عليها خلال مرحلة إياب من الموسم الحالي حيث ينافس الوداد الرياضي على عديد الألقاب في المواجهات محليا وقاريا وحسب معطيات خاصة فإن سعيد النصري طلب النفطي بضرورة الحفاظ على لقب الدوري المغربي خلال الموسم الكروي الحالي بعدما حقق الفريق اللقب العام الماضي إضافة إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال النسخة المقبلة من كأس العالم للأنذية التي سيحتضنها المغرب مطلع الشهر المقبل وأوضح ذات المصدر أن رئيس النادي سعيد النصري طالب المهدي النفطي بضرورة تحقيق نتائج إيجابية في مسابقة دور أبطال إفريقيا وبلوغ المباراة النهائية بحكم أن الوداد الرياضي توز باللقب في آخر نسخة مع مدربه وليدر جراغي وهي نتائج كفيلة بتجديد عقد النفطي مع نهاية الموسم الكروي الحالي وأشرف النفطي المدرب الودادي يوم التلتاء على أول حصة تدريبية لفريق الوداد بعدما وصل الاثنين إلى المغرب ووقع عقد انضمامه على رأس الجهاز الفني لفريق الوداد الرياضي ترجمة نانسي قنقر